هو ده اللي أنا عايزة أسأله لك أنت استفدت إيه؟ عرفت إيه من هذا البرنامج؟ أنت بتشتعل في أحد البنوك يعني معرفتك بالإدارة كنت من خلال دراستك لعلوم الإدارة في كليات التجارة وخلالها لكن بالتأكيد لما دخلت الأكاديمية الوطنية لتدريب الموضوع بالنسبة لك اختلف بقيت يعني عندك رؤية أعمق أو أوسع استفدت إيه بقى تحديد يعني بصراحة طبعا في البداية أنا البرنامج يعني كان حلم ليه من البداية أنا كان من الدفع الأولى بحاول أن أنا أقدم في البرنامج لأنه كنت شايفه فعلا أنه هيبقى حاجة كبيرة أو ما كنتش طبعا متخيل أنه هيبقى كده بس لا هو البرنامج بالفعل بعد ما يعني دخلت في البرنامج أضاف ليه طبعا خبرات شخصية كتيرة جدا خبرات حياتية خبرات علمية وعملية يمكن أكتر حاجة هي الحل كنا دايما نحن كشباب شايفين أن الحلول سهلة أنه نقدر نغير بسهولة نقدر نشوف المشاكل وإحنا شايفين لها الحلول في دماغنا بس لا اللي احنا تعلمناه في الأكاديمية حاجة تانية أنه ده 50% من الحل أن أنا أشوف الحل أو أكتبه على ورقة ده 50% من الحل 50% التانية اللي احنا تعلمناها التطبيق تطبيق الحل نفسه إحنا يعني يمكن مع بداية عهد الرئيس والثقة اللي ادهالنا الصراحة برضو ثقة كبيرة في تنظيم اللي ظهرت فيه تنظيم كذا منتدى الوطني للشباب وكذا منتدى شباب العالم يمكن ده حاجة عالميا أكتر كمان ومؤخرا طبعا كوب اللي احنا نجحنا فيه طبعا نجاح بشهادة العالم كله نجحنا فيه نجاح منقطع النظير يعني بالتعاون مع الأمم المتحدة فيعني لو حرك هقلتلي لخصلي الاستفادة انه احنا تدريب علمي قوي جدا تدريب عملي قوي جدا على مواجهة المشاكل اللي بتقابل مصر والتحديات الاقتصادية والسياسية والتحديات السكانية اللي بتواجه مصر